خلال هذا الأسبوع تعتزم السلطات الفرنسية إجلاء لاجئين في مخيم يعرف بالغابة قرب كالي مبينة أن الظروف المعيشية داخله أضحى التفرض ذلك الممثل البريطاني جودلو جزار المخيم وأعرب عن قلقه إزاء مصير الأطفال الذين قدموا دون مرافق وقال إنهم يخاططون لإزالة جزء آخر من المخيم بنسبة الثلثين لقد تشكلت مجموعة من البشر هنا دون أن تكون هناك صلة بالأطفال الذين أتوا دون مرافق باستثناء أولئك الذين يعرفون ما الذي سيحدث لهم ويؤوي المخيم حوالي أربعة ألاف لاجئ ومهاجر معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان وكانت السلطات الفرنسية أعدت مركزا مؤقتا ترعى فيه شروط الضرورية لإيواء المهاجرين واللاجئين الذين يأملون في الوصول إلى بريطانيا